السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم المطبخ العربي مع نسرين كويزين دونسرين نحبيت خياتي نقدم لكم وصفة سلطة الفتوش هاد السلطة بنينا بصراحة عندها ذوق مميز وهو هداك الخبز السوري المقلين جوزو للخطوات هنا اول حاجة لبنات عدنا الخص ولا السلطة نفرموها فرم ناعم كما نكنت لحظوا في الصورة يعني البنات سلطة الفتوش هي كل حاجة نفرموها اي خضرة حين نستعملوها نفرموها فرم ناعم هدي السلطة اللي كنت قدمتها مع وصفة يعني هنا البنات انا مانيش هاي حنقسم لكم كل حاجة يعني قدمكم غير هاكا شوية شوية باش تفهموني وش هنندير هنا عندي المعدنوس قلت لكم هاذ السلطة اللي قدمتها مع المنفس على الطريقة السورية يعني هو المنفس الأردني بس حنا قدمته على الطريقة السورية وبالنسبة للسلطات لبنات سلطات سورية كامل يطلبوا انه تفرميهم فرم ناعم حتى الجزر تقطعوه يعني ناعم اذا كان البنات يعني الجزر تاكم موش حلو نحو هذاك الدخلاني خلوه غير الملجة الملجة وانبس حنا عندي الجزر يعني راح بنين خصوصا انه هذا هو الفصل متوفر فيه الجزر ويجي عنده يعني هذيك الرائحة والبنة ديالو وهنا عندي الخيار تاني راح نقص معاكم قص ناعم وهنا البنات تاني عندي طماطم ما تنحوش منها هدا كلمة تحخلوهولها يعني بش تكون لصص بنينة هاكتاني الطماطم ما نقصصها ناعمة بالنسبة للبصل الخياتي ديروا البصل بالأوراق اذا ما عندكمش بصل يعني الاخضر عادي ما تستعملوش خلاص البصل لانه البصل الاخضر عنده دوق مميز هنا عندي الفجل ده ما عندكمش خياتي تقدروا تستغناءوا عليه تاني حنقص وقص ناعم الفجل المليح صحي بصح لي عندها الكولونخياتي ما تكترش منه بسكو يدير الغازات هادي هي سلطة الفتوش تعنا نخلطها شوفوا الشكل تاحا بصح ما زم ما كملتها وهنا ما عنديش النعناع الاخضر عندي نعناع مجفف دقت كمية من النعناع المجفف بصح كي كون عندكم متوفر النعناع الاخضر ضيفو هنا خياتي انا ضفت نصف ملعقة صغيرة سماق اذا ما عندكمش البنات تستغناءوا عليها تاني يعني السماق ره متواجد في الاسواق الجزائرية بصح ما لقيتوش تستغناءوا عليه عادي في هات السلطة هنا جبنا الخبز السوري وانا رايحين نقطعوه قطع باش نقلوه قطع صغيرة نحاولو كيفاش نديروهم متساويين واحدة قاتلي انا كان عم بالي المنسف نقلولو الخبز المنسف يعني كين قدموه مع سلطة هاته السلطة الفتوش لنقلولو الخبز هنا الخبز تعنا راني نقله حتى ياخد لون الماغو يعني ماغو فونسي باش يقعد لكم يتقرمش هنضيفتوك هنا ايا نصف عصير ليمون نحيا داك العظام باش ما يقلقناش في الاكل وندير كميات على الملح وزيت زيتون ونخلط طمليح في هاد المرحلة نضيف الخبز اللي كنت قليته يعني انا قليته ينشف بابي كويسون هذاك لباش يمتص هادوك الزيوت وحنا يا راني ضفت الخبز ديالي حنقدمو معاكم كي ما راكوا تلاحظو شوفو كيفاش تجيه هنا عندها البنات وحدة رائحة رائعة هاد السلطة الفتوش وانا حنزينها بحبيبات تعال عمان من الفوق بولا اخيتي وصلنا للفيديو تعاليوم نتمنى هاد الوصفة تعال السلطة تعجبكم ومؤكد اذا نالت عجبكم معليكم دخلوا ليجام وما تنسوش تبارتجيو هاد الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائدة وانتلاقاوه في فيديو جديد ان شاء الله سلام